اشتركوا في القناة ميدان المرموم على الرحب الساعة دائما في هذه الانطلاقات وينطلق في هذه اللحظات وقبل قليل الشوط الثاني عشر في اشواط صباحي هذا اليوم خاص بالجعدان الحقائق نسير مع المراكز الأولى نتقدم مع المركز الأول يقود الشارد مساري هذا الشوط حمد بن حميد بن محمد العويسي يقدم الشارد اللي ينفرد بالمركز الأول ويقود المسار بينما يلي في المركز الثاني معاند ياتي في المركز الثاني ونادر بن سعيد العفاري ياتي في المركز الثاني المركز الثالث دالث المراكز شوف الانطلاقات والتحديات هذا شاهين لعبيد بن سالم الغبشي المحرمي ياتي في المركز الثالث المركز الرابع شوف الانطلاق من الجارح الجارح لحمد بن سيل بن خيرات العامري يأتي في المركز الرابع والخامس أشوف عليه دخول من ملبي ملبي يأتي في هذا الانطلاق وحامد بن محمد بن سالمين العامري يقدم ملبي هذه الخمس المراكز الخمس المراكز الأولى ولكن نعود إلى العويسي نعود إلى الشارد اللي شرد بن ناموس حمد بن حميد العويسي ينطلق بالمركز الأول والية في بطانة وانطلاقتها جميلة للغاية بينما المركز الثاني أيضا تحرك من معاند يأتي في المركز الثاني وسيف بن ضاحي بن سيف الرميسي يأتي في المركز الثاني يقدم هذا الأداء الجميل الغيلاني يتقدم في هذه لحظات وشعاره على المركز الثالث أحمد بن راشد بن سالم الغيلاني حامد بن سالمين العامري يأتي مع المركز الرابع هشوف هذا الشوط يحمل أثاره يحمل تحدياته ولكنه راح بالمركز الأول الشارد شارد من البداية بن ناموس حمد بن حميد بن محمد العويسي يتقدم مع المركز الأول يتقدم بهذا إلى داوة سلالة القفاية يتقدم بن ناموس هذا الشوط يا سلام المركز الثاني ثاني المراكز الرميثي معاند معاند سيف بن ضاحي بن سيف الرميثي يا سلام ولكن الشارد ومرحب ولكن الشارد الشارد حمد بن حميد بن محمد العويسي تهانينا وسلام لهالي السلطنة السلام على هذا الفوز معاند في المركز الثاني سيف بن ضاحي بن سيف الرميثي والمركز الثالث مرحب لأحمد بن راشد بن سالم الغيلاني والمركز الرابع المركز الرابع من أتا فيه مشاهدينا متابعين الكرام ملبي لحامد بن محمد بن سالمين العامري المركز الخامس المركز الخامس اللي وصل فيه مبلش لمحمد بن حمد بن عمران الاكتبي هكذا كانت النتيجة نعود الى التوقيت الزمني مع مخردنا بهذا الابداع الجميل عبر شاشة دبي ريسنق قاد الشوط من بداية الشارد وحمد بن حميد بن محمد العويسي حمل السلامات لأهالي السلطنة بجدارة توقيت الزمني دقيقتين 57 ثانية وخمسة اجزاء من الثانية تهانينة وناموس على هذا الفوز معاند وصل في المركز الثاني بنشوف توقيته معاند اللي قدم كذلك اداء جميل من البداية في توقيت زمني مقداري دقيقتين 57 ثانية ثمانية اجزاء من الثانية تهانينة لمالك معاند اللي هو سيف بن ضاحي بن سيف الرميثي والمركز الثالث دقيقتين 58 ثانية دقيقتين و58 وجزين من الثانية تهانينة على فوز المرحب لأحمد بن راشد بن سالم الغيلاني تهانينة للجميع موسيقى